هل تعلن منظمة الصحة العالمية حالة التأهب القصوى في مواجهة جدري القرود؟ سؤال يبدو جوابه مرتبطا بتقارير صحية وعوامل سياسية فالمرض وفقا لأرقام المراكز الأمريكية المتخصصة سجل حتى الآن نحو 15 ألف إصابة في 2270 دولة وخمس وفيات محصورة في القارة الإفريقية موطن المرض لجنة الخبراء بمنظمة الصحة العالمية أوصت بعدم إعلان المنظمة حالة الطوارئ لألا تثير قلقا دوليا لكن الأمر سيبقى منوطا برئيس المنظمة تيدروس أدهانم والذي تعهد بمواصلة منظمته بذلما في وسعها لوقف جدري القرود وإنقاذ الأرواح معربا عن قلقه من تأثير المرض على الحوامل والأطفال بموازاة ذلك قالت السلطات الصحية الأمريكية إنها رصدت على أراضيها لأول مرة إصابتين بجدري القرود بين الأطفال وقال بيان صحي أن لا ارتباط بين الإصابتين وإنه من المحتمل أن تكون نتيجة انتقال عدوى منزلية وإنه يتم علاجهما وفيما ينتشر المرض في القارة الأوروبية بشكل كبير أعلنت شركة بافرين نورديك الدنمركية صاحبة المختبر الوحيد المنتج للقاح المجازي طبيا أنها تلقت طلبية بمليون ونصف المليون جرعة من دولة أوروبية لم تسمها وإن الولايات المتحدة طلبت مليونين ونصف المليون جرعة إضافية ربما تحضيرا للأسوأ من هذا المرض